اشتركوا في القناة بداية الربيع وبداية موسم جديد وبداية فصل حلو وتعتبر من البدايات الرائعة حتى فلكيا يعني على الخارطة الفلكية دائما تجدوا انه برج الحمل هو بداية العام الجديد بالنسبة لفلكيا عشان هيك كل عام تبخير جميعا وكل عام وموليد برج الحمل لانه عيد ميلادهم رح يبدأ خلال فترة هذا الشهر اللي هو فترة تواجد الشمس في برج الحمل فامنقول لهم كل عام تبخير وربنا ان شاء الله يكتبلكوا حياة جديدة في مليئة بالافراح والمسرات والرزق والعافية عوضا عن الشهر ونص اللي مضوا اللي كانوا صعبين جدا الآن بدأت مرحلة جديدة طبعا هي رح تكون تصاعدية يعني مش من اول يوم الشمس دخلت فيه للحمل كل موليد برج الحمل رح يشعروا بالتغيير والتحسن كل ما بيجي كل يوم من تاريخ عشرين ثلاثة يعني عشرين ثلاثة عيد ميلادهم مثلا هذولا اكتر ناس ببلش ويشعروا بالتحسن بعدين موليد واحد وعشرين بعدين اثنين وعشرين يعني بالتتابع كل يوم بصير واحد منهم يدخل على مرحلة التحسن بشكل ايجابي طبعا ناهيك عن انه لازم القمر برضو يكون فيما بيت سعيد لإلهم يعني بيت قوي لإلهم عشان يشعروا بالطاقة الكبيرة ولكن هي تصاعديا الآن الاجواء بتبلش تتحسن بشكل ايجابي طبعا الشمس زي ما حكينا انه اليوم عشرين ثلاثة في تمام ساعة ثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش رح ينتقل تنتقل الشمس من الحوت لبرج الحمل وطبعا رح تظل موجودة في برج الحمل حتى صباح يوم عشرين اربعة الساعة ثنتين واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش والمعروف عن الشمس انه هي بتعطي صفات ايجابية بتعطي صفات سلبية فصفاتها الايجابية هي الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة الكرم الحركة والنشاط اللي هي الديناماكية القيادة والاستقلالية اما بالنسبة لسلبياتها انها بتعطيش شوية غرور وشوية انانية وشوية ديكتاتورية يعني شوية احنا بدناش نقول كثير عشان ما يزعلوش منا موليد برج الحمل عشان نعرف انه هل وجود الشمس في برج الحمل هي سعيدة ولا منتحسة لازم اول اشي نشوف الزوايا صحيح انها هي رح تكون بشرفها فهاي بتعطيها ايجابية ولكن لازم نشوف الزوايا عشان نتأكد يديش حجم السعادة اللي رح تكون موجودة فيها فهذا الاشي بصير من خلال اهم الزوايا اللي رح تشكلها الشمس اثناء توجدها في برج الحمل فمنجد اول زاوية هي يوم اثنين اربعة هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين الشمس وبين عطارد وهي زاوية رح تستمر تأثيراتها من يوم ثلاثين ثلاث لغاية يوم ستة اربعة وعادة عند حدوث هذا الاتصال تتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعدر علينا فهمها بالسابق وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات وتنقلات وسفريات ضرورية بهاي الفترة هاي اول زاوية ايجابية اما بالنسبة للزاوية الثانية اللي رح تتشكل يوم ثلاثة اربعة وهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين الشمس وبين زحل وهاي رح تكون يعني تأثيراتها من يوم ثمانية اربعة وحتى يوم سبعتاش اربعة هاي الزاوية بتحسن من قدراتنا على تنظيم شؤولنا وبتزيد من قدرتنا على تحمل المسئولية فهيك هيصار عندنا زاويتين ايجابية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الاخيرة خلال هذا الشهر اللي هو شهر وجود الشمس في الحمل فمنجد انه يوم ثمانطاعش اربعة اللي هي بالانتقال الشمس لبرج الثور بيومين بتشكل زاوية تربيع سلبية وهاي الزاوية رح تكون بين الشمس وبين بلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا انه الشمس لها علاقة بالقيادات وبالجيش وبالملوك وبالرؤساء وبالتحكم وبالسيطرة وبالامور هاي وبلوتو له علاقة بقلب الموازين بالمفاجأة اللي بكل اشي بشكل مفاجئ وسريع جدا فمنجد انه هاي الزاوية رح تتشكل يوم ثمانطاعش اربعة زي ما حكينا ولكن تأثيراتها من يوم اربعة اربعة ليوم اثنين وعشرين اربعة تأثيراتها اول اشي علينا احنا كافراد اه وعلى دوليا فبالطور اعمال من العنف ومواجهات الها علاقة بالنيران والمعادن هاي اول يعني اول شيء بالنسبة لانه بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين وهذا الشيء ممكن يخسرهم الناس اللي بيتعاملوا اما دوليا بالاجمال دائما لما بتتشكل هاي الزوايا السلبية ما بين الشمس وبين بلوتهم نحكي بتدل على وجود مؤامرات ضد الحكومة سواء داخلية او خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الارهابية اللي بتحاول زعزعة الامن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق وظواهر طبيعية كالزلازل والبراكين وامور الها علاقة بالتعري او بالتعري بلغة الجغرافية عند حدوث يعني هيكي خلصنا ثلاث زوايا فمنجد عند وضع النقاط لتقييم سعادة ونحوست الشمس في الفترة المقبلة منجد انه البداية انه الشمس في شرفها اي في موقع قوي الها وهذا شيء بيزيد من طاقتها هذا واحد واثنين فيه عندنا زاويتين ايجابيات قويات واحدة مع زحل وهي قوية جدا رح تكون وتأثيراتها قوية وبرضو مع عطارد اللي هي الاقتران فهنا صار عندنا زيادة الطاقة بشكل كبير لدرجة انه اتصل نسبة سعودة الشمس في بعض الاوقات لمية في المية اما بالنسبة للتاريخ اللي ذكرناه بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي هي بتبلش فيها شوية هيك زعزعة من يوم اربعة اربعة لغاية يوم اثنين وعشرين اربعة بتنزل سعودة الشمس ولكن ما بتنزل السعودة لمنتحسة فعشان هيك فيه احداث كبيرة رح تكون ولكن بتظل الشمس سعيدة خلال الفترة ما بين عشرين ثلاثة وعشرين اربعة يعني خلينا نعطي لمحة ايش يعني انه الشمس في الحمل وهي تعني انه اول اشي بداية فصل الربيع بداية الدائرة الفلكية وهذا يعني يوم عشرين ثلاثة بيرمز للاعتدال الربيعي لانه في هذا اليوم بيعتدل النهار والليل للمرة الاولى اما في المرة الثانية دائما هاي بتصير اللي هو الاعتدال الخريفي اللي بيصير يوم ثلاثة وعشرين تسعة مع انتقال الشمس لبرج الحمل بنشعر بالانتعاش والطاقة لانه خلصنا من فترة الشتاء القارص والبرد ونفتح صفحة جديدة فيها نوع من انواع الطاقة الايجابية والحرارة فهاي بتعطينا نوع من انواع التفاؤل او بتعيدنا التفاؤل بيبلش كيف اللي بتتفتح طاقاتنا زي الاشجار او زي الازهار او زي الامور هاي لننطلق بعام جديد في خلال هذا الشهر اكثر المستفيدين طبعا من وجود الشمس في برج الحمل هم موليد الابراج النارية اولا الاسد والقوس والحمل وبعدين موليد الابراج الهوائية اللي هم الجوزاء الميزان اقلهم لانه مقابلهم تماما ودلوا طبعا لوجود الشمس في برج الحمل تأثير ايجابي على كافة موليد الابراج ولكن في مجالات بتختلف عن بعض يعني بتركز على نقاط معينة وبتختلف من برج لبرج خلينا نشوف الابراج وايش تأثيراتها برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل بيبدأوا فترة افضل من سابقتها صحيا ونفسيا وبتزيد من حيويتهم وبتخوي وظيفة جهازهم الهضمي وبتمنحهم شخصية متألقة متفائلة عفوية طموحة وطبيعة يعني عفيفة ولكن شوي بكونوا متسلطين يعني على بعض الاشخاص او بعض الامور وبتزيد حاجاتهم لنيل تقدير الاخرين وبتمنحكم الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتكم بمحيطكم يعني ايجابية عكل المقاييس في كل شيء احنا ذكرنا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور هنا بتبدأ عندهم فترة غير مريحة صحيا ونفسيا لانه القمر لما بكون قبل الشمس لما تكون يبلب برج يعني بيت متاعب فهم موليد برج الثور بلشوا يشعروا بهذا الضغط تقريبا منقدر نحكي من 10 ل 15 يوم او اسبوعين تقريبا بلش الضغط عليهم يزيد شوي شوي لانه الشمس بلشت تقترب من بيت المتاعب الان هي وصلت لبيت المتاعب فهنا اوج فترة الضغط اللي بتصير عليهم لغاية ما ييجي عيد ميلادهم فبدهم يتحملوا ويصبروا ما يقولوا معمولنا سحر مصيوبين بالعين مش عارف مين حسدنا هاي الأمور كلها يعني ملهاش علاقة بوجود الشمس في برج الحمل برج الحمل لحاله هو بعركس كثير من الأمور وبضغطكم بكثير من المسائل لكن وجودها بسعادتها يعني شوي غير انها بالبداية قلنا لكم غير مريحة صحيا ونفسيا وفي بعضكم ممكن يعني يجري عمليات أو يدخل مستشفيات أو من هذه الأمور إلا أنه بزيد ميلكم للأمور الروحانية وروح التضحية والإثار ممكن هي هاي بنعتبر هذا الشهر غربال بتصفوا فيه كل السنة الماضية الأشياء اللي ما بتلزمكم العباء الثقيلة بتكبوها في زبالة وبتسكروا ملفاتها وبتبدأوا مرحلة جديدة بتكون أفضل لكم بعد عيد ميلادكم طبعا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بينشطوا اجتماعيا واليوء بالفترة هاي بيتمكنوا من تحقيق مشروع أو أمني ولكن بمساعدة أشخاص ذو نفوذة أو علاقاتهم الاجتماعية معارفهم علاقاتهم بالفترة هاي بتكون جيدة وبكون لهم لقاءات مع الأصدقاء وفي مناسبات كثيرة إذا بتكون تستفيدوا من هاي الفترة لازم تستفيدوا منها بشكل جمع يعني اجتماعيا تستهثمروا الأشخاص اللي انتو بتعرفوهم عشان تنجحوا بهذا الشهر برج برج السرطان طبعاً وجود الشمس في برج الحمل هو بيدعم من مركزكم الاجتماعي وبيدفعكم أو بيدفع بمصالحكم في مجال العمل علاقاتكم مع المسؤولين ممكن بعضكم يحصل على ترقية أو ترفيع ولكن بدكوا تحذروا أنه هذا البيت بيت السمعة حاولوا أنكم ما تغامروا عشان ما تشوهوا سمعتكم وما تخسروا عملكم ممكن في هذا الشهر إذا أنت استغليته بشكل جيد أنك تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين لا إلك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد هنا بينشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الأكاديميون في دراستهم وبيزيد من ذكاؤهم وطموحهم وممكن يكون في نوع من أنواع التكريم لهم الفترة هاي بتكون موليد برج الأسد فيها أكثر كرما ومتسامحين ومتفائلين وهاي فترة مناسبة للسفر أو أخذ عطلة أو امتحنات أو امتحنات جامعية خاصة للي بدهم يناقش رسالات أو أبحاث أو أمور هاي فهاي الفترة ممتازة جدا حتى لأوراق الهجرة برضو ممتازة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا تتاح لهم في هذا الشهر الفرصة لمكاسب مالية وهاي المكاسب تيجي من شراكة أو تعويض أو تركة ممكن أموال لهم يحصلوها ولكن الأغلب هي زيادة في الأرباح تيجي عن طريق شراكة أو زواج أو ميراث كما بزيد اهتمامكم بالمواضيع الروحانية بشكل أكبر وبصير في قدرة استيعاب عندكم لهاي الأمور بشكل أكبر وهذا الشهر أفضل من الشهر الماضي لأنه الشمس تحركت وصارت مش مقابلكم برج الميزان طبعاً طبعاً موليد برج الميزان زي ما حكينا أنه الشمس موجود مقابلهم لأنها هنا بتصير تسحب من طاقتهم شوي ولكن إيجابيتها أنهم بقدروا يعززوا شراكاتهم ارتباط أو شراكة جديدة أو زواج أو كتب كتاب أو طلبة خطبة هاي الأمور كلها بتكون إيجابية لموليد برج الميزان في هذا الشهر ممكن يرغبوا بالقيام بدور اجتماعي مهم ويحققوا الاستقرار والأمن بفضل شراكة أو زواج وهذه فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو المصالحات أو علاقاتهم مع شركائهم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز الشمس بوجودها على العمل والصحة فهنا بدهم أوليش ممكن العمل يتراكم زيادة عن اللزوم عندهم أو يوكل لهم كثير من الأعمال خلال هذا الشهر وأهم نقطة ثانية يعني أهم نقطة بدهم ينتبهوا لصحتهم لأنه رح ينشغلوا بأمور صحية إما إلهم أو لا أحباءهم ولكن الإيجابية القوية الموجودة بالشمس اللي رح تمنحك بتزيد من حبك للعمل وبتبذل جهد تكافأ عليه وبتحتاج للتجديد محيطك وهذه فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هم أكثر المستفيدين في وجود الشمس في الحمل لأنه هذا البيت الخامس لإلهم فبيشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية فتمنحك تقدير الجنس الآخر ممكن تحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباح عن طريق معاملات عقارية أو عائلية أو حتى عن طريق الحبيب وهاي فترة مناسبة لأمور العلاقة بالتسلية بهواية ترويج عن نفسك يعني أي شيء في حضوض بالنسبة لإلك وكثير من موليد برج القوس يعني رح يروحوا لاتجاه عمليات التجميل أو الأمور التجميلية وهاي فترة مناسبة لألهم برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعاً بيستفيدوا في مجال السكن والعقارات والارتباط العائلي يعني الاهتمام كله رح يكون على مستوى العقارات والسكن والعائلة في سعادة كبيرة على المستوى العائلة وعلاقاتك العائلية بتكون جيدة الحالة المادية بتكون شوي أفضل من الفترة الماضية وهاي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي أو تطوير أو فرحة ممكن تدخل على البيت عندكم يعني اهتمامات كبيرة على هذا المستوى برج الدلو بالنسبة بالنسبة موليد برج الدلو هنا بينشط في مجال السفر والاتصالات التنقلات الحوارات المقابلات وبيستفيد طلاب الابتداء والثنوي في دراساتهم وامتحاناتهم وبيلعب محيطك العائلي يعني دور مهم في تحسين وضعيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو التأليف أو التنقلات أو الترويج أو التجارة كما بيزيد هاي الفترة بتزيد قوة الملاحظة عندك أو سرعة البديهة عندك بيصير عندك فضول كبير فكري لا تتعلم أو تتعرف على أشياء جديدة وبتحظى بشعبية وتقدير الآخرين بشكل كبير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هنا بلشت الأمور بالاتجاه المالي فعشان هي كهذا الشهر تتاح لهم فرص مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي مستردات هباد دعم هدايا من هذا النطاق ولكن رح يكون وضع ممتاز بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية ممكن تحصل على ترقية أو وضعية ممتازة جدا بمساعدة أشخاص دون نفوذ كما إنها بتزيد من ميلك للتبذير أو حب تبذير الأموال فبدك تنتبه على أموالك من السرقة والضياع ومن بعض المحتالين هيك منكون انتهينا من هذه الحلقة من الأخبار الفلكية لانتقال الشمس لبرج الحمل والله أعلم يارض الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء